ألا بكم من جديد ونواصل ملفات في ملفنا الثاني هو أعلن تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مقر الفرقة 17 التابع للجيش النظام السوري في محيط مدينة الرقة الشمالية ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات الجنود وضباط النظاميين لم يعرف مصيرهم بعد استلاء تنظيم الدولة على القاعدة ولم يؤكد أو ينفي الجيش السوري سقوط الفرقة 17 أهلان تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مقر قاعدة الفرقة 17 للجيش السوري النظامي يعد انتصارا جديدا للمعارضة الإسلامية في فرض سيطرتها على مساحات أوسعة في شمالي البلاد وجاءت سيطرة تنظيم الدولة على مقر الفرقة بعدما ذكر مقاتل التنظيم أنهم تمكنوا من الدخول إلى مساكن الضباط داخل مقر الفرقة ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تضارب المعلومات حول مصير نحو 900 عنصر وضابط من قوات الجيش السوري ما بين انسحاب غالبيتهم باتجاه اللواء 93 في منطقة عين عيسى أو بقاء مجموعة منهم داخل الفرقة في محاولات لاستدراج مقاتل الدولة الإسلامية إلى داخل الفرقة كما نفذت الطائرات الحربية السورية غارات جوية مكثفة على مناطق تواجد الدولة الإسلامية في الفرقة 17 ومحيطها ووفقا للمرصد السوري فقد قصفت قوات النظام منطقة مفرق الطبقة الواقع على طريق حلب الرقة دون معلومات عن خسائر بشرية في حين لا تزال تسمع أصوات اشتباكات وإطلاق نار في محيط الفرقة بالتزامن مع توجه رتل لقوات النظام من السلمية باتجاه جنوب الرقة ترافق الطائرات الحربية والمروحيات ولم يؤكد الجيش السوري أعلان سقوط الفرقة لكنه أعلن أنه يستعد لشن هجوم المضار من جانبها نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانة عن مصادر حكومية قولها إن وحدة من القوات المسلحة المدافعة عن معسكر الفرقة 17 في الرقة أنهد بنجاح عملية إعادة تجميع للقوات استعدادا لمواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة في محيط الرقة على حد وصف الوكالة الله أكبر وحل هذا الملاف ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحل الأسئل السيد هشام جابر أهلا ومرحبا بك سيد هشام نتحدث هنا عن داعش عن تقدم وتمدد وسيطرة على ما كان أكثر في سوريا بعد العراق ما قرأتك لكل هذه الأحداث المتسارعة يعني الواقع أن داعش بلأت فعلا بالهجوم على أكثر من موقع للجيش السوري النظامي منذ ثلاثة أيام أما سقوط الفرقة 17 فهذا غير دقيق الهجوم الآخر هو على الفوج 121 في الحسكة وكذلك في مطار قوارس العسكري في حلب وبالعودة إلى مقر الفرقة 17 الفرقة في الجيش السوري هي بين 10 ألاف و12 ألف إذا كانت معززة إلى 15 ألف هذه الفرقة 17 هي فرقة مشات مؤللة والفرقة مؤلفة من عدة ألوية والكلام أن تمت السيطرة على الموقع كلام كما ذكرت غير دقيق لأن الفرقة تنتشر في شمال الرقا على عدة كيلومترات أن مؤلف من ثلاث ألوية وكل واقع مؤلف من عدة كتائج يعني سيطرت أبلبت وسيطرت سيد هشام هناك تقدم كبير لداعش في سوريا أيضا وسيطر على أماكن أكبر وتحكم يعني بدأت تحكم تضع القوانين يعني تحاسب وقتل وقطعوا رؤوس عدد كبير من الجنود والضباط وسيطروا على نادد على بيوت الضباط المعلومات العسكرية لدينا على أن الجيش السوري عادة يعني عادة انسحبت بعض الألوية وعادة تجميع قوته ووعد أيضا برد عنيف على هذا التقدم برأيك كيف سيكون شكل هذا الرد قبل النظام السوري نعم الرد هو يسمى كونتر أتاك بالعلوم العسكرية أو هجوم ردي أو هجوم عكسي وهذا عادة يحصل في الميدان دائما إذ أن الدفاع هذا الفول هذه الفرقة هي كانت في وضع دفاع معزولة منذ أمد طويل وتزود بالمؤن بوسط الطائرات الهيريكوبتر كانت إلى حد ما محيدة قررت داعش اجتياحها والسيطرة على كل المنطقة فالحل الوحيد لهذه المجموعات وهذا ما تقوم به هو الانسحاب التكتي إعادة تجميع القوات القيام بهجوم معاكس على مواقع داعش إذ أن أفضل طرق الدفاع هي الهجوم كما تعلمنا في المدارس العسكرية لم تحسم المعركة بعد أنا أعتقد أن داعش مصرة ومصممة على استمرار المعركة للسيطرة على كافة المنطقة من الرقة إلى الحسكة إلى دين الزور والجيش السوري ليس الجيش العراقي هنا أنا لا أتصور أن ينسحب تنسحب هذه الفرقة كما حصل في الموصل مثلا إذ أن معارك طاحنة ستحصل سيرد الجيش السوري بالطيران باستعمال سلاح الجو إلى أقصى حد والأيام المقبلة لا يمكن الاستقرار طيب سيد الحام من أين تأتي كل هذه القوة لداعش خصوصا مع أن المحللين العسكريين ذهبوا باتجاه أن ربما داعش ضعفت لو قليلا في سوريا بسبب انشغالها في العراق والآن يأتي العكس لا الواقع يا سيدي على أن احتلال داعش لمنطقة الرقة في سوريا والسيطرة على مناطق كثيرة هذه من أغنى المناطق داعش تبيع النفط وتشتريه منها دول أوروبية هذا واضح عن طريق تركية داعش لديها موارد مالية ضخمة تأتي القوة يأتي السلاح لداعش عبر تركيا هذا واضح جدا تأتي الأموال أيضا من السيطرة على تلك المنطقة الغنية لا يجب التهويل وعطاء داعش أكثر من حجمها إنما لا يجب إطلاقا الاستهانة بقوتها ما قامت به داعش في العراق من اجتياح للموصل كان شيئا مذهلا فعلا وفاجأة كافة الخبراء العسكريين اليوم داعش تحاول استكمال الدولة الإسلامية في العراق والشام أين الجيش السوري الحر أو المعارضة المسلحة؟ أين الجيش السوري الحر أو المعارضة المسلحة؟ مما يحدث من تمدد وأصبحت الآن داعش ربما المسيطر على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة؟ تماما تماما يا سيدي تقول الجارديم في الشهر الماضي أن سبعة ألاف قتيل قتلوا بين داعش والنصرة ومعظم القتلى جاءوا من الفصائل المعارضة الأخرى يعني النصرة والكتائب الإسلامية والجبهة الإسلامية أين أصبح هي تسيطر داعش على تلك المنطقة بأسرها بقيت مجموعات كما ذكرنا محاصرة للجيش السوري اتهم النظام السوري بأنه متواطئ مع داعش كونه لم تحصل معارك بينه وبينها نحن من الذين قالوا وبكل تجرد أن تلك المنطقة لم تكن من أولويات النظام السوري فالأولويات هي دمشق واللادقية والطريق بينهما ويعني حمص والقلمون إلى غيرها واليوم بدأت المعارك الحقيقية وهي ععنف وعشرة معارك بين داعش والنظام أما باقي الفصائل المعارضة أعتقد أنها تركت تلك المنطقة وقسم كبير منها انضم إلى داعش ما تفسيرك لأن كل الأموال التسليح كانت من الغرب أو من بعض الدول العربية تذهب إلى المعارضة المسلحة المعتدلة بين قوسين هنا يعني لا تذهب إلى داعش ولكن تذهب إلى معارضة معتدلة كما تسميها دول الغرب وبعض الدول العربية أين ترجمت هذا الدعم الكبير والهائل من أموال وسلاح وإلى آخره من على الأرض يا سيدي هذه الفصائل المعتدلة لقد عرف الذين الدول التي تمول المعارضة السورية يعني وأنا الأوان أن يفهموا على أن الكثير من هذه الأسلحة التي زودت بها المعارضة المسمات معتدلة منها الجيس السوري الحر ومنها بعض القتائب الإسلامية المنضوية تحت الجبهة الإسلامية ذهب قسم كبير منها إلى داعش لا يجب أن ننسى ما حصل من فضيحة السلاحة التي أطاحت باللواء سليم دريس واليوم هذا فيما يتعلق بالجيس السوري الحر أما كتائب أو جبهة النصرة فهذه تتبدل يوميا منها تكون نصرة تصبح داعش فهما يعني شقيقان تأومان يختلفان حينا ويقاتلان معا حينا آخر ويسقط الآلاف من القتل بينهما لذلك كثير من فصائل جبهة النصرة ذهبت بأسلحتها الكاملة إلى داعش وانضمت إليها لذلك الوضع ليس بهذه الدقة يمكن فصله وداعش تملك الكثير من الأسلحة وغنمت من الجيش الإراقي الكثير من الأسلحة وكما نقول أصبحت إلى حد كبير تحاول أن تستكمل مقاومات الدولة وألغت الحدود بين سوريا والعراق واليوم هدفها المقبل هو السيطرة التامة على دين الزور وعلى كافة أبار النفط والغرب يدرك على أن النفط يأتي إلى تركيا من داعش وهي التي تقبط ثمنه وأن داعش تتلقى السلاح عبر تركيا يوميا اليوم داعش أيضا مشتبكة في نفس الوقت مع قوات كردية يعني الحزب الكردستاني أيضا في نفس الوقت على الحدود بين سوريا وتركيا نعم شكرا جزيلا سيادة لواء المتقاعد هشام جابر والخبير الأمني والعسكري شكرا جزيلا لك كنت معنا من بيروت شكرا لك ملفات متواصل من الغد العربي من لندن وفيه بعد الفاصل مسؤولاني أمريكيان يؤكداني أن المالك تجاهل تحضيرات واشنطن عند قدم داعش نحو الموسط موسيقى 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 موسيقى